السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع اليوم حل مشكلة ظهور رسالة مساحة الآيفون ممتلئة يحدث أن تظهر هذه الرسالة المزعجة بين الفينات والأخرى مشيرة إلى أن مساحة جهازنا قد امتلأت وأنه يجب علينا الذهاب إلى الإعدادات لحل المشكل واتخاذ اللازم فما السبيل إلى تجنب ظهور هذه الرسالة؟ وما هي أسباب ظهورها؟ انطلاقا من أن التشخيص هو نصف العلاج أحاول أن أستعرض معكم أهم أسباب ظهور هذه الرسالة المزعجة قصد تجنبها أولا الصور والفيديوهات جرت العادة أن نأخذ صورا وفيديوهات وهذا حقنا ونخزنها في ألبوم صور بعضنا على الأقل لا يعلم أن مساحة هذه الفيديوهات والصور بالنظر لجودتها مساحة لا يمكن الاستهانة بها وبالتالي فوجودها في ألبوم صور يعد أهم الأسباب الرئيسية لظهور هذه الرسالة إن كثرت لحل المشكل هناك طريقتان طريقة تحويلها وتخزينها في أجهزة أخرى كالحاسوب والأقراص الصلبة الخارجية وغيرها للقيام بذلك لا نحتاج إلى آيتونز كما يظن أغلب مستعملي الآيفون أو أغلب الناس على العموم يكفي أن نربط الآيفون بالحاسوب بواسطة الكابل سوف يقترح علينا برنامج مدمج مع الويندوز أن ننقل الصورة إلى الحاسوب ننقلها إلى الحاسوب ونقرر فيما بعد هل نحتفظ بها هناك أم في قرص صلب خارجي أو غير ذلك من إمكانيات تخزين الطريقة الثانية أن نخزينها على السحابات والسحابات كثيرة وكثيرة جداً أهمها فيما يتعلق بالصور والفيديوهات جوجل فوتو وقد سبق لي أن تحدثت عن هذا التطبيق الرائع مسألة أخرى مرتبطة بالصور والفيديوهات قد لا يعلمها الكل سوف أدخل معكم إلى الإعدادات وأنزل إلى إعدادات الكاميرا الكاميرا أدخل إلى الكاميرا هناك عنصران يتحكمان في المساحة العنصر الأول لاحظوا معي جودة الفيديو المسجل بواسطة الكاميرا تختلف هذه الجودة بين جهاز وآخر فالأجهزة الحديثة تصل فيها هذه الجودة إلى 4K هذا شيء جيد ولكن تابعته بشكل منطقي تنعكس على المساحة إذن لكم أن تختاروا الجودة حسب ما تسمح به مساحتكم خاصة إن كنتم تنون الاحتفاظ بالفيديو في ألبوم صور مدة طويلة نوعا ما العنصر الآخر تسجيل الحركة الباطئة تسجيل الحركة الباطئة أيضا هناك جودتان جودة السبعمائة وعشرون وجودة الألف وثمانون تسجيل الحركة الباطئة إذن انتهينا من الصور والفيديوهات تسجيلا وتخزينا ثانيا كثير من التطبيقات ننصبها ونستعملها ويجهل بعضنا على الأقل أنها تبدأ في إنشاء معطياتها مثلا يأتي على رأس القائمة الواتساب لاحظوا معي الواتساب صدفة لاحظت موجود تلاتة وأربعين عنصرا جديدا لدي فيه ولا شك أن أغلبها فيديوهات وصور لهذا أحبث بين الفينة والأخرى أن تقوموا بحذف كل الدرداشات وإن لم تلحظوا انخفاض ملموس في مساحة الواتساب من خلال الذهب إلى إعدادات تخزين قوموا بإعادة تنصيب الواتساب تطبيقات التحميل نحمي الفيديو معين لغرض ما نقوم بإنجاز ذلك الغرض وننسى أن نحذف الفيديو من التطبيق النقطة الثالثة بالنسبة للتطبيقات المستعملة أغلبنا لا يستعمل كل التطبيقات المنصبة على جهازه وهذه في الحقيقة نقطة ضعف فينا جميعا لأجل هذا نجد أن من محاسن الايو اس 11 أنها تذكرك بهذا الوضع الغير عادي بالذهب إلى عام ثم مساحة تخزين الايفون ننتظر قليلا لاحظوا معي في حالتي أنا على الأقل يخبرني النظام أن بإمكاني أن أربح حوالي جيغا بإزالة تطبيقات غير المستخدمة أقوم بإزالتها من هنا إضافة إلى وجود إعداد في الأبستور نتوجه إليه رأسا إن أردت أن تكون هذه الإزالة أوتوماتيكية آلية قد أشرت إلى ذلك في شرح سابق نجد في أسفل القائمة وظيفة مفادها إزالة تطبيقات غير المستخدمة أسفل منها معلومات لفعالية هذه الميزة يجد تطبيقات غير المستخدمة تقائيا مع الاحتفاظ بجميع مستهداتها وبياناتها وعند إعادة تثبيت التطبيق ستتم إعادة بياناتك إذا كان التطبيق لا يزال متوفرا إذن قد كافانا VoiceOver مؤونة الشرح رابعا بالنسبة للتطبيقات ولكن من زاوية أخرى نحمل مجموعة من تطبيقات تؤدي نفس الغرض فمثلا قد نحمل ثلاث أربع خمس تطبيقات تقوم بمونتاج الفيديو والصوة في الحقيقة هذا شيء لا ينصح به وشيء غير منطقي علينا أن نقوم بتصفية التطبيقات والإبقاء على أفضلها لدينا على الجهاز إذن بعد هذه الإشارات الأربع تبقى بعض الإشارات الخفيفة التي لا تؤثر ولكن قد تؤثر عند بعض الأشخاص الإيميلات المستقبلة إن لم نكن قد فعلنا خاصية الحذف الأوتوماتيكي لهذه الإيميلات ونحن نعلم أن رسائل إيميسيج ونحن نعلم أن رسائل إيميسيج تكون مرفقة في كثير من الأحيان بمرفقة صور وفيديوهات إلى غير ذلك لا تستهين حتى بسجل المكالمات إن كثر محتوى فهذه الأمور التي قد تبدو لنا تافهة تراكمها وانضمام بعضها إلى بعض يؤثر سلبا على المساحة بالنسبة مثلا للتسجيلات الصوتية أو المذكرات الصوتية التي قد تكون مهمة لدى البعض يمكن بكل بساطة سواء انطلاقا من تطبيق المسجل ديكتافون المدمج في النظام أو غيره من تطبيقات المماثلة يمكن تحويل هذه المحتويات إلى الكلاود على ذكر الكلاود لا تنسوا استخدام الكلاود بمختلف أنواعه دروب بوكس، جوجل درايف، لوين درايف، آي كلاود فكل هذه الخدمات السحبية ويمكنكم العودة أيضا إلى شرح أنجزته في الموضوع تتمتع بميزات رائعة أؤكد لكم أنكم إن التزمتم بتجنب هذه النقاط القليلة التي أشرت إليها في هذا التسجيل المتواضع فلن تظهر عندكم هذه الرسالة ولو كان آيفونكم من صنف 16 جي إلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحول الله أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر